اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني بتولد فبشارة لها بيفرج يمكن بعد صعوبة او بعد مشقة كمان بيدل على خير في المستقبل القريب للفتاة كمان بشارة باخبار سارة او باخبار سعيدة كمان الولادة السهلة في المنامع اللي هو الشخص شاف انه هو يعني بيولد بشكل سهل فدي مشكلة هتتغلب عليها او فترة شوية صعبة هتتغلب عليها ولكن يعني في وقت قصير وبسرعة يعني هتنتهي بسرعة المرأة كمان لما تشوف انه هي او هي بتولد فقط اتحياتها يعني توصلت لقدر الله وهي بتولد فدي وردة وردة كبيرة هتقع فيها وكمان يمكن هتخرج منها ولكن بصعوبة شديدة صعوبة وعناء شديدة جدا وبعد فترة طويلة جدا ولادة الولد القبيح في المنام لو الشخص شاف انه هو بيولد يعني حصل ولادة سواء امرأة او رجل كمان لو شاف ان زوجته وضعت ولد قبيح فده اولا ندل على مشاكل المشاكل دي ممكن تكون في نطاق العائلة في نطاق بين الزوجين ممكن تكون في الشغل او في العمل كمان الولادة في المنام ولادة الولد تختلف عن ولادة الانسة كمان رؤية الفتاة العزباء ان هي بدلت فده بشارة لها بفرج لو شافت لو المرأة الحامل شافت ان هي ولدة غلام فمعنى كده ان هي شوية هتتعصر في الولادة او هتمر ببعض الخلافات الزوجية او المشاكل الزوجية ولكن الشيء ده هتنتهي منه بسرعة الشاب لو شاف ان هو ان زوجته بتولد او الرجل شاف ان زوجته بتولد ولد شافته ان هو حسن المظهر يعني شاف الولد انه حسن المظهر فده معناه ان الشاب ده هيقلق او الرجل ده هيلاقي صعوبة في حياته هيلاقي تعب في حياته هيلاقي شوية مشاكل في انه يحقق شيء هو بيتمنى او بيسعى ليه ممكن هدف معين ممكن تموح معين ممكن امنية معينة هيلاقي فيها شوية صعوبة لو المرأة المتأخرة في الحمل اللي هي شوية يعني متأخرة في الحمل او بتزعى بقالها فترة في الحمل لو شافت ان هي يعني ولدت ولد فبشارة ليها يعني بشارة ليها من الله سبحانه وتعالى بالحمل القريب وكمان بزوال هموم ومشاكل ويسعادة واستقرار في حياتها الزوجية لو الشخص المديون شاف ان لو المرأة يعني مديونة وشافت ان هي بتولد او الرجل شاف ان زوجته بتولد فده معناه سداد للدين رؤية كمان الام لو الفتاة شافت ان هي في مرحلة الولادة وحاسة بمتاعب في مرحلة الولادة فدي مشاكل هتتعرض لها يمكن مشاكل هتتعرض فيها في نطاق الاسرة في نطاق العائلة كمان ممكن كمان من الرموز اللي ممكن تدل على ان هي هتمر بتجربة عاطفية ممكن تكون بتجربة عاطفية دي فشلة كمان خصوصا كمان لو شافت ان هي انجابت ولد برضو ممكن تكون خطوبة مثلا او او ارتباط او مشروع زواج ممكن ما يتمش ممكن علاقة عاطفية هتكون نفشلة او مش هتتم لو شافت ان هي بتولد من غير الالم فده معناه ان ان شاء الله هيكون فيه سعادة لها واستقرار لو الطفل جميل لو شافت ان هي يعني ولدت طفل جميل فده معناه رفاهية زواج في المستقبل سواء اللي شاف ده رجل او امرأة كمان الاعتناء بالطفل انها هتشوف ان هي بتعتني بطفل او بترعى طفل فمعنى كده ان هي يعني هبتتسعى لتحقيق شيء معين او بتبزل جهد كبير في تحقيق شيء معين في حياتها سواء طموح او هدف او امنية لو رأيت ان هي حزينة لو شراكت ان الطفل اللي هي اللي تولد ده مات وان هي حزينة عليه فده معناه للأسف هيكون شوية هتتعرف على شاب لو هي مش مرتبدة ممكن تتعرف على شاب او رجل شوية الرجل ده مستهدر مش هيكون جاد في العلاقة معاها ممكن اسرار تكشف عنها او خيانة ليها رؤيت كمان ولادة الولد للمرأة المتزوجة لو شافت ان هي بتالت ولد فدي من الرموش شوية اللي بتدل على صعوبة في حياتها خصوصا لو كان الولد ده قبيح فمعنى كده ان هي هتكون في خلافات بينها وبين زوجها هيكون في خلافات في النطاق العائلة او مع اولادها او في النطاق الاخار كمان او رؤية المرأة الحامل ان هي او بتالت او انجابت ولد او لو شافت ان هي انجابت ولد مشوه فده اولا بيدل على نفور او في العلاقة الزوجية بينها وبين او زوجها او كمان من الرموز اللي بتدل على مشاكل هتحصل بينها وبين زوجها ده كده اعمل الرموز المتعلقة بالولادة فسرناها بشكل عام وكمان فسرناها للعزباء وللرجل وكمان للمرأة المتزوجة وكمان للحامل بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي استفسار او سؤال اكتبولي تحت وانا اردت عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة